اشتركوا في القناة نواب التأسيسي مضون على عريضة للمطالبة بجلسة استماع لرئيس الحكومة حول الوضع الاقتصادي بالبلاد رئيس البرلمان السوري يحدد موعد الانتخابات الرئاسية السورية أهلا بكم يواصل عدد من متساكني معتمدية جرجيس اعتصامهم المفتوح بالميناء التجاري بالمنطقة للمطالبة بتفعيل نشاط الميناء وإعادة النظر في وضع المنطقة الحرة قصد خلق مواطن شغل لألاف العاطلين الشبان معلقين كل أمالهم على صلة الإشرافة التي فتحت معهم باب الحوارة تفعيل نشاط الميناء التجاري بجرجيس وإعادة النظر في وضع المنطقة الحرة لكي يصبح هذان المرفقان دافعا للتنمية والتشغيل مطالب أكد عليها عدد من شباب المنطقة الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح بالميناء مطالبنا واضحة تفعيل الميناء التجاري تشغيل الشباب بطال اللي يكلها البحر واللي حرك تعطل الحركة التجارية بالميناء لعدة أيام عجل بفتح باب الحوار بين المعتصمين وصلة الإشرافة خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير النقل الميناء ومعينته للأوضاع هناك لدينا لجنة تتحول لتونس وعندها الملفات لكل شيء على بورة جرجيس وإن شاء الله المقابلة تكون باهية معناتها غادي في تونس بالنسبة للوزير الصناعة مع كل احتراماتنا ليه ارفض حتى باش يسمعنا ارفض حتى التنقل هنا يعني اش عارف ما زالت فامة للدرجة هذه ما زالت فامة معناتها نظرة اقصائية للجنوب احنا ما طلبناها بحاجة كبيرة قلنا تعالى سيد وزير اسمع الناس فامة بوادر انفراج احنا المعناها اللي شفناها المدة هذه ان فامة الاطراف الكل قاعدة تخدم بجدية وتحب معناها تلقى حل لتفعيل الميناء متع جرجيس هذا يلمسناه عند المسؤولين وقاعدين نخدم معناها على الميدان باش الاطراف الكلها تتجند هذا وتتجلى بوادر الانفراج في ميناء جرجيس اكثر من خلال قبول وزير النقل شهاب بن احمد لقاء ممثلين عن المعتصمين اليوم بالوزارة بتونس العاصمة لاجد حلول عاجل لمشاكلهم لعل ابرزها بعث خط تجاري بحري يربط ميناء جرجيس بعدة مناطق وتحويل بعض الانشطة من ميناء رادس الى جرجيس سيما وان النشاط الوحيد للميناء هو تصدير الملح في اتجاه اوروبا اثار الفصل العشرون من مقترح قانون اساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء جدلا بين نواب المجلس التأسيسي خاصة فيما يتعلق بمقترح تعديل على فصل ينص على ان يقوم المترشح للانتخابات التشريعية بالتصريح الجبائية وصل نواب المجلس التأسيسي اليوم التصويت على فصول مقترح قانون اساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء واثار الفصل العشرون جدلا بين النواب خاصة فيما يتعلق بمقترح تعديل على الفصل ينص على ان يقوم المترشح للانتخابات التشريعية بالتصريح الجبائية هو ثم مقترح تعديل قدما لأساس أن الذين نسترشحون للمجلس النيابي القادم عليهم أن يسويوا وضعية الجبائية بما أنه ندخل في نتاق الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الضريب لكن للأسف الشديد لقي معارضة شديدة هذا المقترح وغير بمقترح أنه يكتفي بتصريح على المداخل وهذا يعني أنه يبرز للشعب على أنه تم شفافية جبائية لكن في الواقع هو تهرب ضريب بمقانعه نحن قلنا في الكتلة أنه من أقل ما يمكن أن المترشح الذي يقول ربي نجم يكون نائب داخل المجلس الوطني داخل المجلس الشعب أنه يكون هو من يبادر بقيام بتصريح وبعد تشاور رؤساء الكتل تمت المصادقة على الفصل العشرين بإضافة مقترح توافقية مفاده أن المترشح للانتخابات التشريعية يقدم بما يفيد قيامه بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقذية يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها تبقى رزنامة وإجراءات تطبيطها الهيئة ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة تصريحاً منظم من كافة المترشحين نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر تسمية القائمة رمز الحزب أو القائمة الاعتلافية أو المستقلة تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين قائمة تكملية لا يزيد عدده عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 22 ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقذية وتسلم الهيئة وصلاً مقابل مطلب الترشح وتثبت الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح كما صدق النواب على الفصل 19 بصيغته النهائية ودون تعديل بموافقة 125 نائباً صرح النائب بالمجلس التأسيسي بشير النفزي أنه تم إمضاء عريضة من قبل عدد كبير من النواب قصد عقد جلسة استماع إلى رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالوضع الاقتصادي الحرج للبلاد تمكننا الآن من جمع حوالي 77 أمضاء ومن أجل تدارس الوضع الاقتصادي عقب ما أعلنه الأمس في خطابه من الوضع الاقتصادي الحرج نتمنى أن تحصل عملية مسائلاً ويحضر ويشرح لنا أكثر ما يكون بدقة متناهية الوضعية الاقتصادية حتى نقف عليها جميعاً ونرى سبل تجاوز ذلك كنواب نمثل الأشع عبر الناتق الرسمي باسم الحزب الجمهور عصام الشاب اليوم عن رفضه لإحداث دوائر متخصصة بقضايا الشهداء والجرحى مطالباً بإدراجها صلب قانون العدلة الانتقالية كما جدد الحزب الجمهوري تمسكه بتنظيم الانتخابات قبل موفى العام الحالي لا تزال الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة تثير جدلاً كبيراً في الوسط السياسي حيث أعلن الحزب الجمهوري اليوم رفضه تمرير مشروع القانون المتعلق بإنشاء محاكمة متخصصة لمقاضات قتلة شهداء وجرحى الثورة معتبرين هذا القانون التفاف على الدستور اقترحنا تعديل هذا القانون بما يمكن إدخال هذه الملفات ورجع لها من أنظار العدلة الانتقالية وارفضنا القانون عدد 44 الذي تم اقتراحه لأننا نعتبره هو بصورة وأخرى التفاف على الدستور وحول ما سألت إجراء الانتخابات القادمة جدد الحزب الجمهوري تمسكه بتنظيمها قبل موفى العام الحالي مشيرا إلى استعداد حزبه للانتخابات في كل الدوائر داخل تونس وخارجها وأن مرشحهم سيتم الأعلان عنه في وقت لاحق بعد المصدقة على القانون الانتخابية إذا لم تتم الانتخابات في معدد دستوري قبل موفى العام فإنه يصعب أن تقام في المستقبل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاجتماعية والأمنية البعض يتخذها ذريعة ومبرر للمطالبة بتأخير الانتخابات نقول له هذا غالط بالنسبة لإعلان عن المرشحين سواء للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئيسية سيتم في وقته قبل بدء الحملة الانتخابية وبعد أن يقع المصدقة على القانون الانتخابي كما أعلن الشاب شروع حزبه في عقد حوارات مع بعض الأحزاب مثل التحالف الديمقراطي وحركة الشعب استعداداً للاستحقاق الانتخابي القادم حولي النصف أو أكثر من نصف الناخبين مختارش لأي حزب ينتخب هو في انتظار عرض سياسي يستجيب الانتظاراته نحن سنعمل على تحقيق هذا الانتظار ومن خلال تحالف انتخابي إن أمك وفي سياق آخر وحول المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد غداً تحت إشراف رئيس الحكومة المؤقت المهدي جمعة نبه الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي الحكومة من اتخاذ حلول مؤلمة حسب وصفه والمتمثلة بالأساس في رفع الدعم على المواد الأساسية والمحروقات غير مجدية وغير قابلة للتطبيق في الظرف الحالي نريد أن ننبه الحكومة إلى أن الحلول السهلة تبدو سهلة لكنها في الحقيقة أو ما يسمى بالحلول المؤلمة نحن نعتبرها حلول غير مجدية وغير قابلة للتطبيق في الظرف الحالي أفضى المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين التونسيين إلى إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة ليلة أمس حيث فازت قيمة وحدة الصف الصحفي بأغلبية ساحقة تحدية كبيرة في انتظار المكتب الجديد لتحسين صورة الأعلام الذي أثار عديد الانطباعات لدى الشارع التونسي أعلام حرة اعتبر من أهم مكاسب الثورة مكسب كان للشارع التونسي رأي فيها أنا رأى شخصيين معناه كون الأعلام إيجابيات وأكثر من سلبيات يخدمش الثورة الأعلام بكل داك داكنا حطمنا نشوف الحرية التعبير منتع الصحافة منتع الأعلام من البرة مش كيمة حرية التعبير عنها هنا في تونس هناك إنتي عندك حرية ما كيكتب اللي موجود كتب الحقيقة مش تكتب خاطر هذي كفلين سيكاتاست خوفيك قالوا أغلاء بعد الثورة شفنا شي ما كونيش نرأوه نلوم زادة شوية على الصحفيين اللي قدموا في البرامج وفي مستويهم يسرهاب أعلام اللي من الشعب والشعب ما زال ضعيف الناس اللي عندها فلوس والتي تحاول بيش تأثر على الرأي العام أعلام الطولي بعد الثورة أعلام محذب مفهمش دي فرص بالأعلام قبل الثورة والأعلام بعد الثورة قاعد يقول في الحقيقة قاعد يتكلم في الحق قاعد يوضح فما حاجات يوضح فيهم نظرة سلبية عموما للأعلام تقبلها الصحفيون برحابة صدره لكن كان لهم رد على تلك الانتباعات النقد به أنه ينقضونا وأنهم يقولوا يلزمنا نعملوا الجديد به لنا نخدمه في مصالح سياسية ولنا في مصالح حزبية هم يشوفوا في هذاك ربما يفهم مشكون ربما يفهم مشكون أما ما نحطوش العالميين الكل في سلة واحدة ما يجيش نجم شلومه الصحفي خاطر الصحفي يخدم في مؤسسة معينة يخدم لازم يكون يعني ينضوي تحت المؤسسة ذيك لازم يطبق شنما الشروط اللي عبطوا عليهم نجم شلومه الصحفي نظرة سلبية برشا لخاطرنا مربوطين بروس أموال كبيرة برشا اللي ما هيش عاتيتنا حريتنا والاستقلالية متعنا العليم القاوة في الثورة العليم القاوة هم بعد الثورة تنطلق بعد غد فعاليات الصالون الدولية العشرون للسياحة والأسفار التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام بقصر المعارث بالكرم صالون سيتضمن خمسة معارث مختلفة بمشاركة عشر الدول تنطلق بعد غد فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارث بالكرم صالون سيتضمن خمسة معارث مختلفة للترويج للسياحة الداخلية والخارجية المعارث الأول هو السياحة البحرية بوتشو هذا ما نعرض فيه يخوت مصنوعة في تونس وصناعة كاملة صناعة اليخوت في تونس كذلك في الفضاء هذين عنا فضاء للرحلات البحرية اسباس كروزيار اللي هو جديد وذين يدل على مدى أهمية السياحة للرحلات البحرية والتلتونس تعرف هنحن يجيون تقريبا ستمائة ألف كروزياريست همتنوا تونسا ديوم ولو ينجموا يسفروا للخارج بالكروزيار كذلك عنا معارث سبايكسبو سبايكسبو هذين فيه السياحة سياحة المعارجة بالمياه البحرية والمياه المعدنية ورغم الغياب الكلي للسوق الأوروبية والمغربية كذلك التي تعد سوقا كلاسيكيا لتونس فإن الصالون شهد انضمام تايلندا للمشاركة لأول مرة في هذه المعارض الجديد كذلك هو في المشاركة الأجنبية لأول مرة بالشركة معنا تايلندا وهذا يعني شيء يصر برشا لأنه يعرف معتمدات تونس يعني سيتها في العالم وحتى من تايلندا ولا تحب تستقطر سياح تونسيين يعني النجم يقولوا حاجة باية معتها للسياحة التونسية ولئن تم الإقرار بعدم تحسن الوضع السياحي خلال الثلاثية الأولى لهذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة فإن مدير المعارض عفيف كوشكا لوح بإمكانية نجاح هذا الموسم السياحي سيما في ظل تحسن الوضعين الأمنية والبيئية طلعاتنا كما قلت لك يعني المؤشرات الإيجابية فهمتني ودخلين نتفعلوا بكل خير لكن نجم نسموها على الأرض الواقع وخاصة تجسيمها إذا كان نقولوا أن الأمن في تونس اليوم تحسن بكثير واستقر فتوائزنا نخدم برشة على المحيط البشري ينتظر ومنظموا هذا الصالون أن تكون مبادرتهم هذه بوابة لإيجاد أسواق جديدة وللترويج للمنتوجة السياحية التونسية شريطة تحسن الوضع الأمني لكن العديد من الخبراء يرون أن تحسن قطاع السياحة في تونس يبقى رهين التحسين من جودة المنتوج السياحي خاصة في ظل احتدام المنافسة بين بلدان المتوسط في مقطع فيديو بث على شبكة الأنترنت ليلة أمس وجه شخص ندع أنه الموظف بسفارة التونسية بليبيا محمد بالشيخ المخطوف منذ الواحد والعشرين من مارس الفارت وجه نداء إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بمزيد التفاوض مع الخاطفين لإنقاذ حياته وفيما لم يؤكد يوم مصدر رسمي أو ينفي هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو أكدت سميرة بالشيخ شقيقة محمد بالشيخ المخطوف أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو هو شقيقها في سوريا حدد رئيس البرلمان السوري محمد اللحام خلال الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم حدد يوم الثالث من جواء المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين المقيمين في سوريا ويوم الثامن والعشرين من مايا المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين غير المقيمين على الأراضي السورية والتي ستعقد في السفارات السورية كما أعلن اللحام عن بدء تقدم طلبات الترشح لمنصب الرئاسة السورية إلى المحكمة الدستورية العليا بدءا من صباح غد الثلاثاء وحتى الأول من ماي المقبل ويشار إلى أن الدستور السوري لعام 2012 يتيح فرصة إجراء انتخابات رئاسية تعددية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء في 28 أيار 2014 بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة ثانيا للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بهذا الخبر مشاهدين نصل إلى ختم نشرتنا نلقاكم في مواعيد إخبارية اللحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر